الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله نبدأ وبحضراتكم نسعد والصلاة والسلام على النبي الأكمل والرسول الأعظم وحامل لواء الحمد في يوم المحشر اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحمود صاحب اللواء المعقود والكرم والجود ومن بحبه يرضى الرب المعبود صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى أن نشرب من حوضه المعصول ونسعد بالفردوس الأعلى في جنات الخلود وعلى آله وأصحابه وأزواجه أولي الإكرام والجود وبعد مشاهدي الكرام حيثما كنتم وأينما كنتم في أرض الله الواسعة حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم جميعا قولوا آمين وكل من يرانا الآن يعلي شعارنا دوما جزى الله عننا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أبي وأسكن الفردوس الأعلى وسائر أموات المسلمين اللهم أمين كنا ولازلنا في رحاب سيدنا وسيد ساداتنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفكر حضرككم الحلال فاتت كنا وقفين في رحلة المعراج في رحاب السماء الرابعة وقلتلك لما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء الرابعة وجد نبي الله إدريس وربنا في القرآن الكريم قال إيه بعد ما تصلوا على الحبيب واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا طيب يطرى سيدنا إدريس ارتفع تلك المكانة ووصل لتلك الدرجة بإيه الإمام الطبري يذكر قصة الله أعلم بصحتها لكن العهدة عليه في أنه ذكرها بيقول الإمام الطبري راويا أن كعبا قال لابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية ورفعناه مكانا عليا عايز يفهمها فبيقول إن سيدنا إدريس سأل صديقا له من الملائكة فحمله بين جناحيه ثم صعد به إلى السماوات يعني سيدنا إدريس نبي الله بالمناسبة سيدنا إدريس كان شغال خياط وقالوا بأنه رفع تلك الدرجة بسبب كثرة ذكره لله سبحانه وتعالى كان كلما وضع إبرة الخياطة ذكر وكلما أخرجها استغفر وكلما عقد غرزة كبر المغمي هذا الملك حمله بين جناحي حتى وصل إلى السماء الرابعة فتلقاه ملك الموت ملك الموت قابل هذا الملك فقال له أخبرني كم بقي من أجل إدريس فقال ملك الموت أين إدريس هو إدريس فين قال له معايا في السماء قال له والله ده شيء عجيب أوي إن هذا لشيء عجيب أمرت بأن أقبض روحه في السماء الرابعة فقلت ربي كيف وهو في الأرض وهو في الأرض سبحان الله العظيم سيدنا إدريس اللي طلب من الملك إن هو طلعه لإيه للزماء الرابعة تخيل علشان كده ضع نصب عينك بأن الموت قريب منك وضع نصب عينك إن ربنا قال إيه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الموت ما يعرفش صغير ولا كبير الموت ما يعرفش واحد رياضي ولا جسم صحي ولا جسم سليم ولا مريض قال له كيف حال مريضكم قال سليمنا مات صلت على الحبيب عليه الصلاة والسلام وقبض نبي الله إدريس في السماء الرابعة ثم صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الخامسة وهناك التقى بنبي الله هارون ثم صعد إلى السماء السادسة وهناك التقى بنبي الله موسى عليه السلام الذي ما إرأى رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى بكى فلما سئل ما يبكيك قال لأنه بعث نبي من بعد يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمته طيب وبعدين صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ليلتقي بأبينا إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وهو جالس مستند بظهره إلى البيت المعمور اللي هو كعبة أهل السماء ما أخد بالك كعبة أهل الأرض البيت الحراب فقيع بالضبط في السماء السابعة البيت المعمور البيت المعمور ده كعبة أهل السماء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه أبدا شوف بقى التسعه قد إيه وشوف وصعه قد إيه وتأمل في قدرة الخالق قد إيه فلأ سيدنا إبراهيم قاعد وظهره إلى البيت المعمور وحوله الأطفال الذين ماتوا وهم صغار وقد وكل الله بهم الخليل إبراهيم من أجل أن يتم عليهم حفظ القرآن فقام الخليل واستقبل الحبيب ثم دعا له وقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دي وصية أبوك إبراهيم قليل الرحمن ليك بعتها لك مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى بالمناسبة سدرة المنتهى هي شجرة عظيمة القدر كبيرة الحجم ثمارها تشبه الجرار الكبير أوش وأوراقها مثل أذيان الفيلة شوفها عزكم الله يعني بيوريك عظم الشجرة الورقة الوحدة شبه أذن الفيل ربنا يديك الصحة كده وتشوف كده هذه الأمور وينعمنا وينعمك بها وقل آمين تجري من تحتها الأنهار وهنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جبريل على صورته الملائكية آه هو ما كانش النبي بيشوف سيدنا جبريل باستمرار على صورته الملائكية لا ما شافش ده إلا مرة أو مرتين له ستمائة جناح له ستمائة إيه؟ جناح يتساقط من أجنيحته الدرر والياقوت والتقى النبي بالرب العلي وأوحى إليه ما أوحى وفي هذه الليلة أعطى الله لسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم هدايا عظيمة بعد ما تصلوا على الحبيب من جملة الهدايا من جملة الهدايا من جملة الهدايا اللي النبي خدها في هذه الليلة خواتم صورة البقرة أيها من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وساها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين على فكرة اللي يقرأهم قبل ما ينام يكفوه يعني إيه يكفوه يا شيخ؟ يعني يكفوه الشر ويكفوه المنامات المفزعة ويكفوه الأحلام المسيئة وقيل يكفوه عن قيام الليل أيوة دون قنوز من تحت عرش الرحمن خد النبي في هذه الليلة أيضا خد غفران كبائر الزنوب لأهل التوحيد إيه؟ أيوة يعني بشرى لكل من سرق وزنى وقتل وأكل الحراب ما دمت قد تخلصت من حقوق العباد فأبشر ما دمت قد تخلصت من حقوق العباد فأبشر لإن النبي خد لك في اليوم ده الضمان والأمان إن ربنا يغفر لك الكبائر كلها أدم ما أشركتش بالله سبحانه وتعالى في هذه الليلة شاهد النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ونعيمها ورأى درجات الجنة مش كده وبس ده أراه سيدنا جبريم نهر الكوسر وده نهر خاص بسيدنا النبي بعد ما تصلوا عليه أعطاه الله لنبيه إكرام الله حفتاه والحصى الذي في قعر نهر الكوسر من اللؤلؤ إدعى ربنا نشرب من نهر الكوسر آه ما أقولك على حاجة لما تدعى ربنا تشرب من نهر الكوسر الناس بتحب سيدنا النبي فأقولك ربنا يسقيك بيئيد سيدنا النبي يا رب بس أنا عايز الأعلى لأن في ناس يوم القيامة من نهر الكوسر ده أنا أقولك عليه حفتاه والحصى الذي في قعره من اللؤلؤ وطربته من المسك خد بالك في ناس سيدنا علي من اليوم يسقيهم بييده وفي ناس سيدنا عصمان وفي ناس سيدنا عمر وفي ناس سيدنا أبو بكر وفي ناس سيدنا النبي وهناك أناس ترفع الكوس إلى أفواههم ولا يرى أحد من يشربهم فيتعجب الناس من أهل الموقف ويسألون يا رب من الذي يسقيهم فيجيبهم منادي من قبل الواحد الديان أوما كنتم تسمعون في الدنيا وسقاهم ربهم شرابا طهورا ما هو أكبر يا رب جعلنا منهم يا رب يا رب جعلنا منهم رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ودرجاتها ورأى النار ودركاتها الجنة طلع الفوق والنار طلع التحت ورأى النبي أحوال المعذبين وأحوال المنعمين رأى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أقواما لهم أصفار من نحاس يجرحون بها وجوههم وصدورهم عارفين عزكم الله الشيعة لما بيجوا فيهم عشورة وفضلوا ينهشوا في وشهم كده وفي أكسادهم كذلك النبي شاف ناس زيهم كده بأصفار من نحاس من هؤلاء يا أخي يا جبريل مين دول آه ده دولة ناس طيبة أوش أنا خايف تكون منهم والله وخايف عن نفس يكون منهم قال له هؤلاء الذين يأكلون لثوم الناس ويقعون في أعراضهم بإيه؟ بالغيبة والنمينة فلان التخين فلان يا بارب عيون فلان العجل فلان القصير فلان اللي شبه صباح كبشير كل دي غيبة؟ آه آه والله يوم من يامه يبقى لك أصفار بالنحاس نسأل الله السلام إيه لم تتوب وإن لم تتوب هتهبش بها وشك وصدرك يا شيخ إحنا ما قلناش حاجة ما قلناش حاجة ده هو فيه ما هو الراجل الصحابي سأل النبي قال له أرأيت النبي بيسأل النبي الأول إيه الغيبة؟ ها؟ قال له ذكرك أخاك بما يقرح ذكرك أخاك ببايه بما يقرح يعني لما تلعيني مليا ما تقولش انتخينه أبو كيرش أنا محبش ده ذكرك أخاك ببايه بما يقرح فالصحابي استغرب قال أرأيت إن كان فيه قال فقد اعتبته قال وإن لم يكن فيه قال فقد بعدته يا الله شفت المصيبة قد إيه؟ أو الله وعلشان كده ربنا في القرآن الكريم قال إيه؟ ولا يغتب بعضكم بعضا أيو حب أحدكم أن يأكل لحمة خيجي ميتا فكرهتموه على كامل عرفة والله يا عم أحمد داهر الراجل جمي وبعدين قال لي ده أنا جاي من الحمام لقيت فلانا الرقاصة بتا يا عمد يا عمد أنت على جبل عرفه قال لي أنا ما قلتش حاجة شغلتها قلت له حرام ما هي هدي الدايق من الكلمة دي؟ ما ينفعش دي غيبة ونمينة وراء النبي صلى الله عليه وسلم أقواما تقطع ألسنتهم تقطع ألسنتهم وأشفاههم وشفاههم بمقاريضة من نار سلم يا رب اللسان والشفايف من دول قال هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتنون الكتاب أيوة حلوة دي حلوة أمسك فيها دي عشان جات في المشايخ لا مش خطباء أمتك المقصود بها المشايخ بس لا ده المقصود بها كل واحد بينصح واحد وكل واحدة بتنصح واحدة بحاجة وهي ما بتعملهاش لأن ربنا قال كده أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون قبل ما تقول للناس خلي لفظك حلو خلي لفظك أنت حلو قبل ما تقول للناس بطل تكون عاصر بي بطل أنت تكون عاصر قبل ما تقول للناس لا تغضب أنت بطلش قبل ما تقول لابنك بطل السجاير بطل أنت السجاير قبل ما تقول لابنك صلي صلي أنت لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم يا عم أبو محمد سلام عليكم يا شيخ محمد. ازاي ساعدتك? ازاي حالك. الله يسطرك. طيب لما اخذي يا شيخ محمد هم تلات اسئلة معاليس على السريع كده. تلات اسئلة بحالهم اتفضل يا سيدي. كل سلامة طيب. وانت بالصحة والسلامة. هو معايا ابن بنتي. نعم. عندها طلت اه حالي اربع تشهر. طيب. عندها في رجلية الاتنين واحد فيه سبع صوابع. اه. والتاني فيه خمسة. اه. فهو عادي يعني يشيل اه الصوابع الزيادة عند الدكتور. طيب. فانا قلت له ستانا ما نسأل في الشيخ محمد. طيب. نيجي السؤال التاني. السؤال التاني. سمعني يا شيخ محمد. سمعك سمعك بس اسمعني انت من التلفزيون. انا سمعك ايو. السؤال التاني. اه نص التشاهد بتاع الصلاة الوسطى. مش. انا مش حافظه. حاط. بتبقى بتبدأ من اين? حاط. حاط. ومعالش يا شيخ محمد. وانا ببقى عكده. اه. بقول اسكري عن الصبح والضهق وبالليل. بيطلع مني ريح. اه. حال ده حرام ولا حلال. حاط. طيب ماشي. كذاك الله كل خير يا شيخ محمد. الله يسترك ويرضيك ويبارك فيك. لو صابع الزيادة ما يتسيلش فيها الشيخ محمد. يتسيل فيها الطبيب الثقة المؤتمن الخبير. ونقول له والله يا طبيب. دي لو تشالت فيها مشكلة ولا لا. ولو تثابت فيها مشكلة ولا لا. لو قالت تثابت ما فقاش حاجة خالص. ماشي كده. يبقى لا بأس. خلاص كده. وانسبها. الا اذا كانت بنت تؤثره على مظهر من مظاهر جمالها. فنرجع برضك للطبيب ونقول له لو شناها فيها مشكلة ولا لا. خلاص? فلو قال لا ما فقاش مشكلة تتشال. ما فقاش مشكلة ولا بأس. خلاص ما فقاش تغيير لخلق الله. لا ما فقاش تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى. طيب. التشاهد في عقالة. النص الاولاني. التحيات لله. الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصانحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. خلاص كده طيب. افرض مش حافظه. ومعرفتش تحفظه مني دلوقتي. ومعرفتش تكرره. تقول سبحان الله. والحمد لله. ولا اله الا الله. والله اكبر. ولا حوله ولاك. وتألا بالله العلي العظيم. لا ما تقراش الفتحة. لا. ما فيش حاجة اسمها نقرر فتحة مكان التشاهد. كلام غير صحيح. وتبطل الصلاة. خلاص. الريح اثناء الاذكار لا شيء فيه. وان كان الافضل البقاء على الوضوء. ولكن ان بدأت الاذكار وانت على وضوء ثم خرج ريح. فاتم ذكرك ونسأل الله ان يجعلنا وإياك من الذاكرين. اروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حاضر. يا سيد احمد. يا احمد. السلام عليكم عمشي. وعليكم السلام يا حبيب. الله يردينك. ازاي حضرتك. الله يسترك ويشبرك. الله يسترك. وحج مقبول منك يا رب ان شاء الله السنة جاية. اللهم يا رب يا رب جمعا ولا يقطعنا من رحاب مكة والمدينة ابدا. اللهم امين عمشي. فضل حبيب. انا انا جنبي والدتي هي بتحب حضرك جدا وبتستنى حلقات حضرتك على طول. الله يسترك. هي لها طلب صغير عند حضرتك. خدام. هي دايما حضرتك الله يعزك. دايما حضرتك تدعي للوالد ربنا يغفر له يسامح ويجعله بعليين يا رب. بس هي لها طلب ان حضرتك تدعي لوالدتك. حاضر والله. بتقول هو بيمسانة ليه. والله ما دارش انساء بس. انا عايز اقول لها بس. انا لم اعي على امي رحمة الله عليه. انا لم اعي على امي. فارتبطت بابي منذ صغري ارتباطا وسيقا. ادعو لامي كثيرا. مبارح انا كنت في المنصورة. كنت بكتب كتاب ابن خالي ربنا يبارك فيه ويتم عليه بالخير. واصريت يعني رغب ان هذا حدث يعني مفروض مرخمش لكن قلت لا قبل ما هكتب الكتاب لازم اروح ازور قبر امي. وروحت وزورته قبر امي رحمة الله عليها. بس هو ارتباط الوسيق بابوي. ربما انا اه عشت انا الان اربعين سنة اه خمسة وتلاتين سنة لم اعي الا على ابوي. لم اعرف احدا في الدنيا الا ابي. ما رأيت احدا يطعمني الا ابي. ولا يسكيني الا ابي. ولا يربط على كتفي الا ابي. لم اعرف حضنا الا حضن ابي. فرحمة الله على امي. وعلى جميع امهات المسلمين. هذا هو الذي جعل الارتباط الوثيق بيني وبن ابوي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. فاسألوا ربنا ليه الهداية ويعودني ان اه اعرف ادعي الامي. ربنا احفظكم يا رب. اه خليني ارجع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم اناسا امامهم لحم طيب. يتركونا. اه والله. قدامهم ماندي. اه زي الماندي كده. قدامهم لحم ماشوا وحلو سايدين. وفي لحمة تاني ناتن اعزاكم انا خبير. راحين يكلون. فالنامي استغرب. مين دول؟ قالوا اه هؤلاء هم الزناة. طب معلش قبل شريم. معلش بقى عم احملت. اقف بقى انت عندي. وركزوا معايا بقى كده. هؤلاء هم الزناة. وحابب اقول كلمتين لكل راجل بيسمعني ولكل ستة بتسمعني. الزنا هنا لفظة عام. مش لفظة خاص. مش اللي في دماغك ولا اللي في دماغك. مش معنى ان حضرتك تقول الشيخ قال الزناة او حضرتك. يعني المقصود بها النهاية. لأ. انما الحديث مع غير الزوجة او الزوجة خيانة وزنا. ونوع من انواع الزنا وهو زنا اللسان. التفكير في غير الزوج او في غير الزوجة نوع من انواع الزنا وهو زنا العقل. اللمس زنا اليد. وفي النهاية الفرج يصدق كل هذا او يكذبه. ولذلك والله بحظر كل راقي لشات على الواتس او المزنجر او اي شيء من وسائل التواصل الاجتماعي احذروا. فوالله اعلم ان اناسا واعرفهم. كانوا يعانون من رغد العيش وكسرة المال. وكنت احذرهم من مغبة الزنا بانواعه. ومن خراب البيوت ومن الفقر فلم يكونوا يعبؤون. ووالله لقد رأيتهم بعيني يجلسون في بيوتهم لا عمل لهم. طلقت نساءه. ولا يجدون طعاما يطعمونه لابنائهم ولبناتهم. بشر الزاني بخراب موته ولو بعد حين. الزنا يورس الفقر. احذر ان ملك الموت يأتيك او يأتيك وانت بتكلمي واحد غير جوزك. وانت بتقبل واحد غير جوزك. وانت بتكلم واحدة ومبسوط معاها غير جوزك. من انت من رومانس يا هو؟ مراتك اولاسي دي. مراتك دي اللي كانت ملكة جمال افريقيا والعالم العربي كله. ايام ما كنت خاطبها. مناخرها اللي مش عكباك هي اللي كانت مسمسمة وبقها اللي ما يعني هو ده اللي اللي غير الحال النهاردة. ضعفوا الايمان والثقة بالله. لسه معك شيرين يا عم احمد. هات شيرين سلام عليكم. يا شيرين. سلام عليكم يا سيدي شيرين. فضالي. وعليكم السلام. ورحمة الله. نعم. اسماعيني من التلفون بلاش التلفزيون الله يرديك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عايزة اسأل سؤال يا فضالي. فضالي. اه يا كراءة المية الفتحة للمية تخطأ بيقولوا ان هي خطأ. لا ليست خطأ. ليست خطأ يا أختي الكريم. ليست خطأ. ليست خطأ. ليست خطأ. يا شيخ ان تدعي لي بصلاح الحال وفق القرض. اسأل الله ان يفرجك ربك وان يزيح غمك وان يحقق عملك وان يفرح قلبك وان يسطر عرضك. كراءة الفتحة للأموات لا شيء فيها مطلقا. والدعاء مع الفاتحة يكون افضل ان شاء رب العالمين. حاضر بس اخد سؤال في عجالة علشان الناس ما تزعلش. سؤال جاني اكتر من مرة ما كنتش عايزة اجاوبه بس هجاوبه. السلام عليكم. حكم حمل المرأة الاجنبية الميتة من غير محارمها. الرجاء الاجابة في البرنامج لاننا في قرى الجيزة نسمع العجب. لو السؤال عندكم نزلوه لو تكرمت. عايز اقول لكم بس حاجة لله. الله يسطركم. انا اقبل ويد الناس جميعا. وقدم الناس جميعا. بس عشان خطر. عشان خطر ربنا. اللي ما يعرفش ما يتكلمش. انت حضرتك انا بسأل بس. الاختي بتقول لي انا اه شفت الكلام ده والله. شفت. بحضر جنازات بشوف فيها الحاجات. سؤالي للناس اللي بتفهم. المرأة الميتة. ايه فايدة المحرم فيها. انا عارف الست. علشان في شهوة. في لمس. في زيغة في القلب. لكن واحدة ماتت. واحدة ماتت. ايه الشهوة اللي في الميتة. طيب. ده كلام عقلي يا عمي الشيخ ما يمشيش معنا. عايزين دليل. اقول لك دليل. بعد بتصلوا على الحبيب. سيدنا الحبيب لما ماتت ابنته ام قلثوم. زوجة سيدنا عثمان بن عفان. رضوان الله عليه وارضاه. ستنا ام قلثوم. افكرك مكية قراشية هاشمية. احفظ التلاتة دول عشان هنعوزهم كمان شوي. قراشية هاشمية مكية. سيدنا النبي وقف على قبره. وقال لصحابته. ايكم لم يقارف اهله بالامس. مين؟ اللي ما جمعش امراتهم بارح. قال ابو طلحة الانصاري. انا. قال ايه؟ تاني تاني معلش تاني. ارجع تاني اعمل اعادة. قال ابو طلحة الانصاري. اه اه ده انصاري. اه. انصاري يعني من المدينة. يعني مش هاشمي ولا كراشي. يعني ما اقرب لهاش. انا يا رسول الله. قال فانزل معها في قبرها. ومنزلش سيدنا اصمان اللي هو زوجها. طب مش معنى يا شيخ ايكم لم يقارف اهله البارحة. يعني قالوا لان الانسان اللي بيبقى حديث وعهد بالجماع. يخشى عليه ان يتذكر هذا الامر. وهو في القبر فيزهله عن تلقين الميت. والموقف موقف خشوع وموقف خضوع. فعشان كده يا سادة اقبلوا ايديكم واقدامكم ورؤوسكم. الميتة المرأة دماتت يحملها من شاء. ويفكك عنها من شاء. ويوجهها للابلة من شاء. ويصلي عليها من شاء. لكن عند وجود الامام ما فيه الصلاة الا صلاة الامام. تعالوا نطلع لفاصل علشان سيد احمد داغر نصلي فيه ونسلمه على سيدنا ومولانا وحبنا وسندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكسر من قولنا. جزى الله وعنا سيدنا محمدا ما هو اهله. ثم نعود. وما زلنا في رحاب سيد الحبيب. وماذا رأى من ايات ربه الكبرى. لنتمم الكلام فتابعونا ولا تفارقونا. فبشر عبادي فاني قريب. فبشر عبادي فاني قريب. فبشر عبادي فاني قريب. عدنا لحضراتكم بعون الله وبحولي وبقوته صلى الاله على الحبيب وسلمه. ما حلق الطير المسبح في السماء. ما رقت الاشواق في القلب الذي يشتاق مكة والمدينة والحمى. صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا سيدي يا رسول الله يا امير الانبياء ويا سيد المرسلين. يا سيدي مين? يا سيدي محمود سلام عليكم. عليكم. سلام ونحمد الله وبركاته. تفضل سمع حضرتك. اسمعني بس من التليفون. حاضر يا شير محمد. تفضل يا حضرتك. الله يسطرك ويسلمك ويشبرك. ايه عايز اقول لحضرتك ان انا اول مرة اكلم حضرت يبهزون وانا بحبك اول. الله يسطرك ده شرف لي يا ربنا احبك ووفع قدرك. يا رب احنا وانت يا رب. انا محتاج ركم حضرتك الشخصي. حاضر. وعادي اقول لحضرتك اه ربنا الف اتكابل كريم اه ولا قد نرى تقلب واجهك في السماء. قد نرى تقلب واجهك في السماء. نعم. عايز اعرف معنى هذه الاية. حاضر حاضر يا حبيب. حاضر. وعادي اقول لحضرتك يعني كلنا مؤثرين في قراءة الكرآن. نعم. فانا كل يوم اه لما بطلع مثلا انا وخارج الشغل اه بقرأ سورة سورة الاخلاص اه سلاس مرات. وحضرتك عارف ان سورة. الاخلاص تجزئك عن القرآن كله تلت مرات. اه. طيب. لو انا لو انا لو انا بقرأها لو انا بقرأها كل يوم ثلاث مرات. نعم. يعني انا وراح العمل. نعم. انا وراح الشغل. نعم. كده كأن انا بقرأ القرآن كل يوم. لو انا مؤثر فيه قراءة القرآن. طيب. حاضر. حاضر. طيب. يا ريد حضرتك. على رصي. على رصي. على رصي. سيدي محمود بيسأل عن قول ربي قد نرى تقلب وجهك في السماء. الابلة اول ما كانت كانت الى بيت المقدس. كان المسلمون يصلون الى بيت المقدس. فكان النبي يشتاكوا الى ان تكون القبلة الى بيت الله الحرام. اللي هي وطن مكة. والسبب ان المشركين واليهود قالوا لا تتبعوا دين محمد فان محمدا يتبع ديننا رويدا رويدا. فاليوم قد اتبع قبلتنا وغدا سيتبع ديننا. فبدأ تقلب النبي وجهه في السماء. وكأنه نوع من انواع الدعاء. حتى نزلت آية الترضية. وجبر الخواطر قد نرى تقلب وجهك في السماء. فلنولي انك قبلة ترضاها. فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كراءة كله الله احد. نعم لها ثواب يعدل ثلاث مرات. لها ثواب القرآن كله. ولكن كراءة القرآن اولى وافضل. عند تعذر كراءة القرآن تكرأ كله الله احد. ولكن ارى انه ليس من قرأ القرآن من البقرة الى الناس كمن يقرأ كله الله احد ثلاث مرات. ابدا. الثواب مختلف. والاثر الايماني مختلف. والاثر الاخلاق كمان مختلف. ربنا تقبل منه ومنك. وفي الكنترول هيدوك الرقم الشخصي بتاعي. ارجع بيك معلش في عجالة. حاضر. حاضر. يا سيدة امم وحمد سلام عليكم. يا سيدة امم وحمد سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. الله يستوريك يا امي. الله يرضيك. أنا كنت بس أعجل ثلاث أسئلة. فضاني. اول سؤال والدتي متوفية بقى انها يجي عشرين يوم. الله يرحم. الله يرحم. فكت بتقولي لما موت وبقف ايه على غسلي وحط يديك تحت راسي. طيب. فانا ما قدرتش اعف لان انا مركبة مصامير في رجليه. طيب. ما قدرتش ان انا اعف لما يغسلوها طلعوني برا. طيب. ماشو. خل علي زنبي في الحاجة دي. طيب. هات السؤال. هات السؤال التاني. والتاني حضرتك اه اه كنت وهي كت بتقعد معي هي ستة كبيرة. طيب. كتت عاعدة معي وانا هي ستة كبيرة برضو في السن. طيب. فكنت دايما بتعصب وبتنفس لان انا مريضة. طيب. طيب. حاضر يا ستة محمد. اول حاجة يا ستة محمد في حادثة الغسل. لا شيء عليك مطلقا. فلا يكلف الله نفسا. الا ما اتاها. لا يكلف الله نفسا. الا وسعى. الامر التاني. رفع الصوت على الامة والاب عقوق. طمعض الوجه بغير الرضا في وجه الاب والام عقوق. النفخ اف. اللي هي الهوى الصادر من الصدر بغير الرضا في وجه الاب والام عقوق. لكن اما كنت تسترضيها. وكانت بترضى. فغفر الله لك. وعاف الله عنك. وما دامت قد سامحتك. فالله سبحانه وتعالى عفوه كريم. وبالنسبة للستة اللي هي ظلم ابنك كما تدعين او كما تقولين. ففوض الامر لله. وكل ظالم سيظلم. وكل ظالم سيقسم. وكل ظالم سيقهر. اروح لسيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. وقد رأى النبي من جملة ما رأى اناس بطونهم سقيلة لا يكون على حملها. مين دول يا رسول الله؟ آه. قالوا هؤلاء يا أكا لا تردى. بتوع ايه؟ بتوع الجمعيات المشبوهة اللي تحت السلم. اللي بتوع تستدرج الناس الغلابة. اللي في القرى. واللي في النجوع. واللي في المناطق الشعبية. وتقول لها تعلم ده على وصل امانة. وخدي تلات اربعة تلاف. وسدي كل اسبوع خمسين جنيه. ولو جبت واحدة تاخدى عليها ألف. والست تخش في دوامة بتعرفش تطلع منها. يستغلون حاجة الناس. من أجل الربا. دول النبي شافهم؟ أيوة. لهم بطون سقيلة لا يكون على حملها. الناس اللي بتاخدوا القروض. اللي اللي عندهم دين. ولا أخلاق. الناس اللي بتجروا بأموال الناس. وبدماء الناس. يقول لك سلفك بزيادة. ولما تأخر يزيد. ربنا قال ليه في القرآن. الذين يقولون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وراء النبي صلى الله عليه وسلم. وانت يا حاجة. ياللي قاعدة مسيطرة. مش رضي يتوزع الورث. ولقاعدة كبرت. وقاعدة مسكة في زمام الأمور في إيدك. وضيعت الفلوس على الناس. وضيعت حقوق الناس. وانت. ياللي فرقت بنده وده. وكتبت للواد وسبت البيت. مهربنا قال كده. هؤلاء أكلت أموال اليتامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامة ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا. كمل معلش عم أحمد. كمل الآية اللي بعديها. علشان تعرفوا إن أنت عبد وانا عبد. مش قال إيها. بعديها على طول ربنا قال إيه. أيوة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسين. بعديها على طول ربنا جاب آية المواريس. عشان يقول لك أنت عبد. ما تخلفش. ما تكتبش بمزاجك. ما توزعش وتعمل نفسك إله. ما تعطيش وتمنع. انت عبد. تقول سمعنا وقطعنا. وإلا فأبشر. إنما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيرا. يا ستة هدى السلام عليكم. يا سيخ محمد. فضلي. جزاك الله عننا خير يا سيخ محمد. الله يستورك يا أمي ويجزيك وارفع قدرك ويشبرك. يا رب يبعلك من قراء الفردوس الأعلى. اللهم أمين. الله يستورك. الله يرديك ويشبرك وارفع قدرك. الله يستورك. فضلي. الله يشفيكم ويعفيكم ويشبركم ويستوركم وارفع قدركم وهمسح عليكم بيد الشفاء والعافيه عجلا غير آجل. يا سيخ محمد تبعي لي بياب ابني بالشفاء. ربنا يشفيه ويعفيه ويشبره ويستوره ويمسح عليه بيد الشفاء عاجلا غير آجل ويلبسه ثوب الصحة والعافيه يا رب العالمين. يا رب يرديك يا عمي. يا رب يستورك. يا رب يكرمك. طيب. ناخد سؤال في عجلا. حضرتك ماما كانت نادرة إن فيها حاجة لو حصلت. كده هتعمل ترمبة أو تجيب تلاجة مياه في جامع. بس الكلام ده من حوالي 6 سنين. وكانت أيام سعر الترمبة حنين شوية. فدلوقتي لما سألنا لقينا سعر الترمبة مش في مقدارتنا. ينفع نجيب تلاجة المياه دي أو ينفع نطلع فلوس بدلهم أو ينفع نجيب تلاجة المياه خلاص طيب ينفع نطلع فلوس لأ لأن ده ندر فلابد من الوفاء به خلاص. يبقى ما ينفعش تغيير النذر حتى ولو للأفضل واحد ندر بيضة أو ندر فرخة ما أقوليش هجيب مكان عجلي لأ. هقوله كفر عن نذرك أولا بإطعام عشرة مساكين ثم هات العجل بتاعك. فهنا لإما تجيب التلاجة لإما تعمل الترمبة لإما تكفر عن النذر بإطعام عشرة مساكين خلاص. عندي بنت صاحبتي بتشتغل وكده وهي اللي مسكة فلوس المحل الحسابات وكده. وكل يوم يطلع فلوس زيادة في الدرج بتاع الفلوس عشرين أو خمسة وعشرين. فبتأخدهم من غير لما حد يعرف ولما سألتها قالت مش بيقدر في الشغل ومش بيقبضنا غير خمسين جنيه في اليوم. هو المفروض يكون بيجيب الفطرة على الحساب. هل ده حرام؟ آه ده حرام وأخيانة للأمانة وأكلة أموال الناس بالباطل ومصيبة سودة وسارقة. وبل وسودة ولا بد وأن تؤيد كل جنيه خدته إلى درج المحل وإلا تلقى الله خائنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخنا حصل مشكلة بيني وبين زوجي وقام زوجي بالسب والدعاء علي وقام بالتهجم علي علشان يضربني. بس أنا مسكته إيده وقال لي اطلعي من البيت فأنا رحت عملت محضر باللي حصل قلت بالسب وتهجم علي وقال لي طلعي بره. بس أكيد الضابط كتب حجابه واسطبه وهو ومضاني علي وخلاص أنا سيبت المحضر يتحفظ كأن لم يكن. كده أنا قلت شهادة زور أنا قلت اللي حصل بس مليش دعاء باللي كتب الضابط. لا أنت ما عليك الشيء إن قلت ما حدث فليس عليك شيء. ولكن كان الأولى أن تقرأي ما وقعتي عليه وأظن أن الضابط لن يكتب شيئا إلا ما أمليتيه أنت. السلام عليكم حكم خلع النقاب بسبب أمر الزوج. النقاب فضل وليس فرض. النقاب فضل وليس فرض. هو من الأمور الزائدة في الإسلام. الفضائل في الإسلام. لا نفرضه ولا نرفضه. خلاص كده. النقاب ما هوش ملزم بيه المرأة المسلمة إلا على جهة الزيادة. خلاص كده؟ طيب. إذا أمر الزوج بخلع النقاب أطيع الزوج. لأن طاعة الزوج فرض والنقاب فضل. إذا قال الطبيب السقل مؤتمن بأن النقاب هيؤثر على نفسك أو فيه مشكلة صحية تخلع النقاب. ما فيهوش بأس خالص ولا فيهوش أي أزى خالص. ماشي كده؟ مش شرط المرأة المسلمة تكون منتقبة ما دام حجابها شرعا. خلاص كده؟ وكويس أن أنت فتحت الموضوع ده علشان أقول برضك. مش شرط أن زوجتي الشيخ تبقى منتقبة. أنا زوجتي الحالية ليست منتقبة ولا شيء فيها مطلقا. ليه؟ لأن الحجاب الشرعي معروف أوصافه وحدوده في القرآن الكريم. فيا رب نفهم ونطيع الزوج وما نخربش البيوت على أدفه الأسباب. إزاي حضرتك؟ عندي سؤال منذ أيام بلاي على عتبة باب شئتي. ميا مرشوشة أو مكبوبة في أوقات كتير. حتى ليه جارة عزيزة عليها بيحصل معاها نفس الموضوع. فقالت لي نرمي ميا بالجاز والملح. جاز؟ حد لقيت جاز يا بنتي والملح عشان تزيل هذا الأزل. لا خالص اعملي ميا بملح آه وقرأي عليها آيات إبطال السحر والمياه. بس محدش يدوس عليها هتكون مبطلة لأي شيء إن شاء رب العالمين. السلام عليكم شيخنا من فضلك خطوات العمرة. حاضر بس الوقت مش هيسمح معي. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. أنا مبارح روحت مسجد السيدة الزينب اللي في القاهرة رضي الله عنها وأرضاها. وصلت فيها الإشاء وعادي نزلت زي أي حد إن أنا كنت هناك. فشفت واحدة بتقول إن ده شرك ودخلت تقول لي أنت مش مؤمنة وده شغل شرك. اسألي حد فاهم في الموضوع. الصلاة في مسجد سيدتنا السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا ومولانا الإمام الحسين صلاة جائزة. ولا شيء فيها وهي صلاة لله سبحانه وتعالى. تقصدين بها وجه الله سبحانه وتعالى. ونحن ندعو الله في هذه الأماكن الفاضلة. لا شيء في ذلك مطلقا. وهؤلاء الذين يفسقون ويبدعون ويشرقون الناس. لا عقول لهم إنما عطلت عقولهم. أرجع تاني لسيد النبي عليه الصلاة والسلام. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم شجرة الزقوم. اللي ربنا في القرآن وصفها بالشجرة الملعونة. قال كده. والشجرة الملعونة في القرآن. طب الشجرة دي ملها. وربنا ألعنها. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا مالك خزن النار. وشاف سيدنا ردوان خزن الجنة. واشتم رائحة طيبة وهو يمر من ناحية الجنة. فسأل سيدنا جبريل. ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة مشطة بنت فرعون. مشطة بنت فرعون اللي كانت إيه بتسرح بنت فرعون. ما عرفش أنتوا بسمينها النار دا الميكاب أرثليست ولا بسمينها إيه. مش عارب. فكانت بتسرح بنت فرعون فوقع المشط. فقبل ما تبسك المشط قالت باسم الله. فبنت فرعون قالت لا تقصدين أبي؟ قالت لا لا. ربنا رب أبوك ورب الكل. فرفعت الأمر إلى أبيها. جابها. قالت أعبدين غيري؟ قالت نعم أعبد الله ربي وربك. حولوا معها ما أمكانش. فأمر بقدر فيه زيت يالي. ثم جيء بزوجها وأولادها فرمى زوجها. ما الربك؟ قالت الله. رمى ابنها الكبير. ما الربك؟ الله. فضل يرمي واحد واحد لحد ما وصل للرضيعة اللي على أبيه. أحني يعني أصغر واحد. فجانتها ترجع. ما الربك؟ فأخذ الرضيعة من بين يديه وألقاه. فسمعت الرضيعة وهو يقول اثبتي أماه إننا على الجنة أو في الجنة. فألقاها خلفه. فدي الريح الزكية. رأى النبي الدجال على صورته الحقيقية. أجعد الشعط أعور العين عظيم الجسة أحمر البشرة مكتوب بين عينيه كافر. وبعدين سيدنا جبريل جاب له خمر وعسل ولبن. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام اللبن. فقال أصدت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوة أمتك. وبعدين جات عطايا كبيرة جدا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. تخيلوا بقى في هذه الليلة فرضت الصلاوات الخمس. وخلي دي بقى للحلقة الجاية علشان نقف فيها وقفة كده متأنية. مهمة جدا. لكن لعل الله لا يطيل في العمر للجمعة الجاية. فعايز أقول لكل واحد ما بيصليش. تأمل إن كل الفروض فرضت في الأرض إلا الصلاة لعلو منزلتها. ما لكش عزر عند ربنا وما لكش عزر عند المشايخ والعلمة. يا مسكين ياللي ما بتصليش ويا مسكين ياللي ما بتصليش. ليه تسيب المشايخ يختلفوا فيكي؟ يا طرى أنت كفرة ولا فسقة؟ يا طرى أنت تغسلي وتكفني وتدفني في مقابل المسلمين ولا لا؟ يا طرى أنت ينفع يضغفلك ويدعي ليك بالرحمة ولا لا؟ ليه؟ خلينا نكمل كلام في الجمعة القادمة إن شاء رب العالمين. إلى ذلك الملتقى أترككم في معية الله وأمنه وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ارفعوا معي أكفة دراعة. فإنها إن شاء الله ساعة إجابة وإننا نظن بالله خيرا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد إذا رضيت. ولك الحمد عند الرضا. ولك الحمد بعد الرضا. ولك الحمد أبدا أبدا. لك الحمد يا ربنا ملء السماوات وملء الأراضي. لك الحمد ولا ندري أن أحمدك على نعمة الحمد أم على حمد النعمة. لك الحمد على أن جعلتنا من أمة سيد الأنام. ولك الحمد على أن جعلتنا من الذاكرين الشاكرين. ولك الحمد على أن جعلتنا أحياء نتوب من المعاصي والذنوب والآثام. ولك الحمد على كل حال. لك الحمد يا ربنا ما أحييتنا. ولك الحمد يا ربنا إذا قبطنا. ولك الحمد يا ربنا على ما أعطيتنا. ولك الحمد يا ربنا على ما أخذت منا فلك الحمد لك الحمد على كل قضاء ولك الحمد على كل قدر قدرته علينا لك الحمد على كل قضاء أنزلته بنا أو رفعته عنا لك الحمد على كل ما نزل بنا من بلية ولك الحمد على كل لطف لطفته بنا في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل حين لك الحمد يا ربنا عدد من ذكر لك الحمد يا ربنا عدد من شكر لك الحمد يا ربنا عدد من سجد لك الحمد يا ربنا عدد من خشع لك الحمد يا ربنا عدد من وقف ببابك لك الحمد يا ربنا عدد من لاذ بجنابك لك الحمد يا ربنا عدد من أعرض عنك وولى مدبرة لك الحمد يا ربنا عدد من عاد إليك مستغفرة لك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار لك الحمد وندعوك بالحمد في أن تجعل لساننا لا يفطر عن الحمد حتى نلقاك حامدين شاكرين فددخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب ولا سابقة عتاب وعندها نحمدك فلك الحمد ودعوى أهل الجنة أنك الله لك الحمد فالحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار بذكرك وبحمدك حقك آمالنا والطف بنا فيما قدرته علينا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا أكرم الأكرمين إنك على كل شيء قدير اللهم رب الركن والمقام رب المشعر الحرام أكرئ رسول الله من كل مسلم السلام وصلي وسلم وبارك على خير الأنبياء والمرسلين وآليهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أترككم في معية الله وأمنه وأستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه وربك دوما يقولوا إني منك قريب وبك رحيم فما ظنكم برب العالمين جزى الله عننا سيدنا محمدا ما هو أهله اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أبي وأسكنه في الدوصلة أعلى وسائل أموات المسلمين إنه أحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول كريم فإني قريب يجيب الرسول إذا ما دعاك لكل الذي للنبي سعى أجيب الذي قد أتى يسألك فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فبشر عبادي فإني قريب فإني قريب فإني قريب فإني قريب فإني قريب فإني قريب